مدبوع تجي للجماعة عندهم قادة خاتل لهم قادة قدامهم القائد بتاعه إلخبت في الدين ترد عليه سرخ يا ذول قولك تكلموا في العلماء والله أنا قبل شوية بناقش قلت لك في ناس نغاش طويل إنها قالوا إتوا بتشتموا العلماء وكذي قلت ليا يا ذول العلماء بقولوا كلام في ناس وإنتوا بتجد خالفوا الكلام ده الأولى باتباع العلماء إذا صحت العبارة دي الأولى منه إنت العلماء تكلموا في الحلبي إنت بتجيبوا متابع العلماء أنا ولا إنت أولوما تكلموا في محمد حسين يعقوب إنت بتجيبوا متابع العلماء أنا ولا إنت إنت بتتنزل قواعد سلفية بتنزل في بعض الأحيان وهناك بتبقى لك مرة دي شارك دا لأنه دا ساولك مغسا تقوم تلحقه بتقول هو مع الجماعة أها محمد الأمين بشارك الجماعة ديلك تقدر تلحقه لا له دا زولنا يا زولت معنا ميزانك ذاته ملخبت ومفرتك وأنا مستغر بلياسي في شباب الواحد يكون عنده حرقة مراتي اختنع وأنا دي المسألة دي مألماني جوه في قلبي يعني زول تقعد معي اختنع تماما دا خطا دا خطا دا خطا نازل على الانحراف كذي 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 مش اختنع بكرة الجماعة الكبار يجوه واحد نظارة ولا كذي امه والريحة ظريفة ويجي انزل من العربية يخلي الباب فاتح ويجيه سريع ووو كذي تمام هالأمور تمام تمام ما تمام طوالي شنو تاني ارجع يا زولت بلي ربك ديل الله قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين أبقى حرب راك وما تشوف الكوراك دا مش هناك شاكلون جهناي دقون مش هناك شاكلون العلم الكبار ديل بدوا في السعودية بعضهم بدوا في بلاد الحرمين اللي قوة عادة من بعض الحزبيين وبعض الإخوانيين وغيرهم محمد مال الجامي ذي تكلم في سيد قطب جماعة طوالي قالوا الجاميع يحضروا لي سبع انفار لما مات إلا في بعض المحاضرات جكتار لكن يحضروا سبعة واحد اكتب وغيره عبدالله البخاري حفظه الله علماء في النهاية بعد العدادة وعدة السنوات وانكشفت الغمة وتبين الحق فالتفى الناس ولله الحمد حول الحق وصار الحق جليا شغاله تبدأ بابتلا تقبل بيجاي صوفي صر ليك بيغادي أخو مسلم صر ليك بيجاي حزب تحرير صار ليك بيجاي كذي دصاري 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 تلف 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 اي محل ناس البيت يجوك اسمع جاننا الشيخ فلان قالت اخل للناس ما تجيب لنا مشاكل تمشي في غادي المرأة تقول لك اسمع انت الشغل دي اخ كل يوم في مشكلة وجايين الحاصل شنو وكذي اي محل شغلت جوت بيك تجوت تجوت راسك قرب اضرب بعد الله يسبتك وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا الاخر الايات من سورة الاسرة اشياء كده هاستي في ناس كتار كانوا راكبين قاعدين في السلم بس كلهم وقعوا في اول دقداق واحد تلقاه داعي رب بس الدقداق البوكسي عمل كده طوالي شنو وقع يا زول تعال اركب يا زول الشغل دي مروا دقداق حار نزل في ناس من نص البوكسي يطفروا بيغادي قالوا ازول شغل دي لك الدام بتنقلب ولا بتنقلب ولا يشي امسك قوي خليك تمام والله بمشي ان شاء الله الموضوع ذا طويل لكننا اكتفي بهذا القدر هذا هو صلى الله وسلم على نبي نحن ها الصلاة فتنشر دعوة الله تعالى وتخلص بين الخلق وتخلص لله تعالى وتنشرها بين الخلق وتبتغي وجه الله سبحانه وتعالى في نقطة اخيرة متنبيه مهم يا جماعة الآن اهل الباطل زي ما انتو تعلموا صاروا يريدون نشر باطلهم عن طريق الطريق العلمي يعني الواحد بحاول يجيب وفي الكتاب الكدي صفحة كدي وكدي وفي المجلد الكدي والكلام نبيك ما في البلد دي بس تمرقى في آخر الدنيا تلقى زوش اللي شبهتين ثلاثة وشغالين جمعيات جمعية كدي وجمعية كدي حاولوا ينشروا للناس الباطل بثوب علمي فانتبع الدلاء بده شنو ما بنفع زي زمان بس تحفظ آية شرحها تجي تتكلم ويز جدا ومن الدين وما فيه اي كلام ده من الدين ولا يضعن فيه احد تفهم لكن السلواجب عليك تقرأ الكتب تتعلم تنشره ابدأ من الوصول الثلاثة جيب الوصول الثلاثة جيب شرحه اقرأه اقرأ الشرح بعدين اسمع تسجيل صوتي تلقى تسجيل لمحمد مان الجامي شرح الوصول الثلاثة سميتها تمام الحمد لله ولا غيره من العلماء تيد خدت بيه جنب تعال نواقض الاسلام تلقى شرح للفوزان اسمع صوتي اقرأه اجمع بين القراءة والسماع قريته خدت بيه جنب بعد اجيب كتاب التوحيد اقرأه تاني بعد ذلك كشف الشبهات لان واحد من المشايخ المصريين المصريين ذول عنده علم اسمه محمد حسن القائري حفظه الله تعالى قال بعلق في بداية شرح له كشف الشبهات قال كشف الشبهات من الكشف والعزالة الاخير بيان الحق ونصف الشبهة قال لا بد من التأصيل قبل الرد يعني تلا بد شنو تعصل المسألة تماما بين للناس الحق تماما بأدلة واضحة واغنع او بين لون الحق وحاول اغنع بقدر المستطاع والهداية بيد الله بعد ذاك تاني تطرح الشبهة شنو التي انتشرت اما المنتشرت دي ما تعرض الناس ليبتلع لكن اطرح الشبهة بعد ذاك رد لكن من البداية مرات في شبهات بتلقى السؤال ذاته بسمع داري عارف الحق فيه وين انت اول شي وره الحق الحق دي الحق انه علم الغيب لا يعلمه الا الله تعالى ده علم من علوم الله سبحانه وتعالى الخاص به دي خلاص معلومة ركزت في ناس بيقولوا شيوخنا بيعلموا الغيب ايوا معناه ده باطل الشبهة الجابها شنو على الباطل ذا تقوم تجيب لون شنو الشبهة بعد ذاك تجيب الرد هم بيكونوا سامعين الشبهة علينا باطل في امت المسألة بعد ذاك تتبين لون الحق الموضوع بيبقى شنو واضح ومبين فلابد الان من العلم قال تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا